خصصت جلسة اليوم للجمعية الوطنية لنقاش مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل السلحفات أحميم الكبير المواقع بين بلادنا وجمهورية السنغال مطلع العام الماضي وقايع الجلسة التي ترأسها رئيس الجمعية النائب الشيخ الباية بدأت بمتابعة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول مشروع القانون المعروض للنقاش ليحيل رئيس الجلسة الكلامة إلى السادة النواب وقد تمحورت مداخلات السادة النواب إلى عدة قضايا شملت تساؤلات حول مدى دقة الآليات المزمع اتخاذها للتأكد من تقاسم المخزون بشكل عادل وتثمين جهود قطاع النفط والطاقة والمعادنة خاصة التعاطي الإيجابي مع المستثمرين آخرون طالبوا بضرورة استفادة أبناء البلد من ظروف العامة للاستغلال خاصة في مجال تكوين الكوادر البشرية مشيدين بالمقاربة المتبعة في التقاسم متسائلين عن الضمانات المتخذة حتى يكون الاستغلال آمنا من الناحية البيئية وطالب آخرون بضرورة إقامة بنية تحتية بالمناطق المجاورة لمنطقة الاستغلال وزير النفط والطاقة والمعادنة السيد محمد العبد الفتاح استهل مداخلته بالتعريف بالحقل والظروف التي اكتنفت التفاوض مع الشركاء الأجانبه بخصوص الاستغلال والتحديات التي كانت متوقعة والتي تم تجاوزها على حد قوله بإرادة سياسية لقادة البلدين في موريتانيا والسنغال مؤكدا أن الفرق التي أكفت على الظروف العامة لتحضير الاتفاقيات كانت قوادر وطنية وكان عملها جيدا للغاية وتحدث السيد الوزير عن مراحل تطوير الاستغلال مؤكدا أنها ستبدأ بإنتاج يصل إلى 2.5 مليون طين للسنة لتصل هذه النسبة إلى 6 مليون طين للسنة سنة 2024 وطمأن السيد الوزير السادة النواب أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات التي ستمكن من الاستفادة القصوى لاستغلال حقل السلحفات مشيرا أن الموارد المتحصل عليها في هذا الصدد تصل إلى حساب خاص لا يمكن صرفه إلا من خلال تمرير ذلك على الجمعية الوطنية وأخيرا جاز السادة النواب مشروع القانون المعروض للنقاش